انطلقت في مدينة السليمانية بإقليم كردستان فعاليات اليوم العالمي للسينما بمشاركة 12 فيلما سينمائيا كرديا قصيرا تتناول مواضيع مختلفة تتمثل بالواقع في المجتمع الكردي اليوم يصادف اليوم العالمي للسينما ومديرية السينما في مدينة السليمانية اقامت عرضا لمجموعة من الافلام الكردية وجميعها من انتاج مديرية السينما واحد الافلام المشاركة بعنوان جي با هو من اخراجي الافتتاح في اليوم الاول اقيم في قاعة الفن بمدينة السليمانية بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد ومحبي الفن السينمائي وتم خلال العرض تكريم عدد من السينمائيين الكرد لدورهم الريادي في انماء الحركة السينمائية في الاقليم كثرة المهرجانات التي تقام في سليمانيا بالاخص وفي كردستان اثرت تأثيرا ايجابيا على تطور معنى كلمة السينما وديناميكيتها اتمنى ان تكون ظاهرة عرض الافلام السينماية اكثر واكثر لكي يتمكن المشاهد العادي والجمهور من هضم كلمة السينما ومعانيه مشاركون اشادوا بالمهرجان وبالجهود الشبابية التي ابدعت في صنع الافلام المشاركة على الرغم من ان صناعة السينما في كردستان تخطو اولى خطواتها الفنية صناعة السينما في خطواتها البداية سينما فن ليس سهل وليست هناك صناعة السينما في كل سات بل خطوات اولية نخطوها نحو مستقبل باهر ومغنر للسينما الكلية ومهما كانت درجة الابداع في صناعة هذه الافلام الا انها خطوة تستحق التقدير خاصة وان تأتي متزامنة مع ظروف صعبة كالازمة المالية وجائحة كورونا والتداعياتهما على المشاركين في صناعة هذه الافلام اشتركوا في القناة